السيل سايكل دفت في مجال بلاستيك اناميا تنعاكس بصورة خلية كبيرة وفسوس كتير زي الخلية هنشايفينها قدامنا للوقتي هي هايبر سيجمينت النيتروفيل المفروض النيتروفيل الطبعية عدد السيجمينت فيها بيكون من ثلاثة إلى خمسة لا هنا في كل الخلية هنشايفينها مثلا لو خط الخليلي بالتحديد نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية دي بنقول عليها هايبر سيجمينت النيتروفيل يعني فيها زيادة في سيجمينتيشن ودي سببها الرست في السيل سايكل عند جيتو ام تشيك بوينت بسبب نديني في دفكت بسبب نقص البيت ويلف والفوليك أسد طيب لو شدنا برضو السورتين دول هنلاحظ ان احنا عندنا في السورتين في حاجة مشتركة هي وجود الليمفوسايت طيب وانا ليجي بالليمفوسايت وفي السورتين دول عشان اقارن الاربسيز في السورة رقم واحد بالليمفوسايت هلاقي تريبا الاربسيز في السورة رقم واحد قريبا في الحجم من الليمفوسايت فانو عليها نورمو طبيعية الحجم بينما الاربسيز في السورة رقم اثنين هلاقيها بيضوية في الشكل وكبيرة اكبر من النواة بتاعت الليمفوسايت فنقول عليها ماكرو سايت سايت اشتركوا في القناة